السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القاهرة في الزمالك سنة 2019 ايه اللي عملته العالمة الجليلة؟ جات مصر مع زوجها وبدأت تشوف النباتات الطبية اللي هي كنز احد الكنوز اللي موجودة في مصر في الصحراء وتجمع النباتات ديات اللي هي موجودة في معشبة جامعة القاهرة اللي هي متسامية باسمها الغايد دلوقتي واللي الكتاب بتاعها احد الكتب بتاعتها اهيت اللي هو بيدرس في الجامعات المصرية لغاية دلوقتي الفضل في تجميع هذه النباتات ان اللي بيشتغلوا في علم النبات وفي علم الكيمياء والصيدلة ماشيين على تعريف النباتات الطبية ديات لغاية دلوقتي وانا احدهم دول نتيجة كده يا حضرات ونبوغها العلمي كان بيجي الطلبة من الخارج يدرسوا تحت اشرافها في مصر مش بس كده الحاجة الاهم من ده كمان هوائي يا طرى العطاء المادة بتاعها بنت قصور ولا بنت عقول بنت عقول ليه لانها كانت بتصرف من جبها الخاص في سبيل العلم وان تلمزتها يسافروا بره يدرسوا على حسابها مش بس كده ده لما اعطتها هدية في عيد ميلادها ملكة السويد ما اخدت لهاش لجيبها لا ده عطتها في سبيل العلم لمصر عشان كده وإحنا في في الحفل ده شفت تلمزة ليه ها اللي هم أسادزة متقاعدين في قسم النبات في كلية العلوم جامعة القاهرة كانوا بيابكوا انتماءا لسعادتها ده مسأل يحتزى بيه حضراتكو يا رب قادي لمصر جزء صغير من كده وكون خادم لي العلم وخادم للمسلمين والعالم كله يا رب شكرا على حسن استماعكو وانا حدي حقول المحاضرة كاملة باللغة الإنجليزية للمهتمين عن الراحلة فيفا توكل اشكركم في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر